اشتركوا في القناة وصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والزهار كما تم تبادل وجهات النظر حيال الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وأبرز مخرجات القمة العربية التي عقدت مؤخرا في البحرين المبادرة التي تبنتها القمة بما في ذلك عقد المؤتمر الدولي للسلام ليقامة الدولة الفلسطينية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات والنزاعات في المنطقة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر